تمام سيادتك يا فندم ما يسمح لنا يا فندم نقدم الكونفرنس لمشروعات الجهاز ليفتتح موصم الحصاد بعد سيادتك المهندس أحمد صبحي مدير مزرعة الإرادة بالنبرية صباح خير يا فندم مزرعة الإرادة بالنبرية من ساعة المزرعة خمس سلف فدان منزرعة بالأشجار البستانية ومنها المشمش النكترين الكمترا البرقوق اليوسفي بأنواعه البرتقال الصيفي وأبو سر اليومون اليوريكا الجريبفروت والمنجا بأنواعه وبسم الله نفتتح موسم جني السمار يا فندم أي يا أمر فندم الدكتور محمد عبدالهادي مستشار زراعي بالإدارة الزراعية صباح الخير يا فندم قطاع السادات إجمالي مساحة القطاع خمسة واربعين ألف فدان الزراعات الموجودة بالقطاع بنجر السكر البصل البطاطس الفاصولية الفراولة الطماطم قصب السكر إحنا سيادتك في قطاع قصب السكر مساحة القصب تسعمائة فدان هنبدأ سيادتك الحصادي الآلي لقصب السكر وديده اعتبر سيادتك أول تجربة في مصر إننا نستخدم الماكنة في حصاد القصب استخدام الماكنة بيساعد إننا نعمل حصاد لمساحات كبيرة في وقت قليل وبالتالي بيوفر معايا في وقت الحصاد ويحافظ على جودة المحصول أي عوامر يا فندم المهندس محمد بهجة مهندس زراعي بقطاع الضبعة محمد بهجة مهندس زراعي بقطاع الضبعة صباح الخير يا فندم نحن النهاردة في قطاع الضبعة جهاز مستقبل مصر بتم افتتاح حصاد محصول القمح للموسم الزراعي 2023-2024 تم زراعة القمح داخل القطاع لغرضين الغرض الأول إنتاج وإكسار التهاوي لزيادة المساحة المخصصة لمحصول القمح الموسم القادم 2024-2025 الغرض الثاني التوريد للمطاحن لإنتاج دقيق الخبز بسم الله نبدأ الحصاد أي عوامر أفندم تمام سيادتك فندم اسمح لأفندم بشكر سيادتك بالنيابة عن كل العاملين بجهاز مستقبل مصر سيادتك بكافة فئتهم مدنين وعسكريين على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا العمل التنموي لعملاق جهاز مستقبل مصر فندم رؤية رئاسية جديدة شاملة للتنمية الاقتصادية تموح مدروس جهد بلا توقف علم وتعلم خبرات وشباب شراكة وتنمية صباق مع الزمن شعب يستحق تحية مصر تحية مصر يا فندم تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر